أول شي رح نشوف الطاقة تبعك يا برج الجري حاليا أنت يا برج الجري بتحاول تعمل توازن في حياتك وتقريبا أنت بتحاول تسيطر على الموقف أو فعلا أنت مسيطر على الموقف فممكن حاليا تكون مركز على حياتك أنك تعمل توازن في الفلوس وتوصن أن برج الجري برج جرابي لهيك الاستقرار المادي بالنسبة له شيء مهم طالع عندي ورقة بتقول أنه أنت شايف أن الإنسان اللي معك مختفي يعني الشخص اللي بتحبه وأنت عايز تعمل توازن في العلاقة هذه لأن الشخص هذا أنت شايف أنه إنسان كامن ومختفي وشايفه كمان روحاني إنسان روحاني كثير كمان طالع لي ثلاثة أوراق بتقول الشخص هذا فعلا إنسان روحاني جدا وشخص بيحب عمل الخير وممكن تكون أنت بتتعامل مع شخص مش من جنسيتك أو مش من طبيعتك أو من طبيعة تانية خالص لأن طبيعته هي مختلفة عليك وباين عندي إنه شخص روحاني وبيحب شغله كثير غالبا الشخص هذا ممكن يكون معروف أو مشهور أو بيسافر كثير أو عنده معارف كثير أو ممكن يكون فنان لما بقول فنان ممكن يكون فنان تشكيلي أو هي حتى إذا كانت هي ممكن تكون عم تعمل ميكاوب عم تعمل فيديوهات يعني شغلات كثيرة مرتبطة بالملابس إلى غير ذلك ولكن أنت شايفه غامض وفي نفس الوقت جميل وشايفه شخص مختلف ومش عارف تفهمه وهذا قلقك شوية لكن طالعلي إن الشخص ده هو السلميت تبعك لأنه مش ممكن تطلع الورقة هذي إلا إذا كنت أنت كذلك حاسس تجاهه بمشاعر كذلك طالع لك وراء بتقول لك خد أكشن تحرك بتقول لك الورقة اللي وراها إذا كان أي خداء حاصل ودمزع عليك أو مضيقك فبيجوبك الورق بيقول لك إذا أعطيت الحب من قلبك فهذا كفيل إنه يضيع الإحساس السلبي اللي عندك لأنني شايفاك قلقان يعني حاسس بالقلق من إنه يحصل غدر أو حتى شاكك فيه شو عم يعمل وين مختفي لأنك إنت شايفه إنسان غامض وبيختفي وبيظهر وإنت قلقان منه كمان بتقول لك الورقة هذه ربنا حيشتغل معك بسرعة والأمور حتحصل بسرعة إذا خرجت وتفسحت وعيشت حياتك وكنت إيجابي وما تبقاش لوحدك في طاقة الانتدار أنت لازم تعيش حياتك تخلي الطاقة الإيجابية حواليك عشان الشغلات الإيجابية تيجي لعندك لأنه الإنسان مثل المغناطيس بيجدب الشغلات اللي بتشبهه واضح عندي إنك بتفكر في الإنسان كثير واضح عندي إنه في تواصل روحي عالي بينكم كمان أنت بتفكر في حدث ثاني هذا الحدث الثاني بيعطيك إحساس بيحسسك إنه في حدث معك واقف جنبك فممكن يكون حدث من أهلك أو أو صديق قريب لإلك لأنه في حدى أنت حاسس إنه بيرشدك بالروح كمان الوراء بتقول لك خلي عندك ثقة فهنا أنت تقريبا عندك عدم الثقة يعني كثير أو في شوية إحباط كأنك يأسان من حاجة أو منتظر أو منتظر أو كنت تنتظر شيئا من مدة طويلة وإنت حاسس إن الموضوع هذا طويل كثير وإنت الحين يا برج الجري شايفاك قاعد لوحدك مركز كثير عم تفكر مركز على حياتك المادية والعملية وكل حاجة ومستقل بداتك وقاعد لوحدك ممكن يكون عندك بزنز أو حاجة أو حابب تضل حالك وشايفاك كذلك عايز تبقى قاعد لوحدك كأنك حاليا مش في علاقة كمان الشخص اللي أنت معه وطلع له وراء إنه هو متلخبط كثير من ناحيتك هو حاسس إنه أنت مش فهمه أو هو مش فهمك أبدا كمان مبين عندي يا برج الجري إنه الشخص هذا روحاني كثير ومتواصل معك جدا فإذا كنت أنت شايفه إنه مستخبي أو غامض أو مختفي تماما وإنت مش مش عارف مش عارف عليه حاجة فحب أخبرك إنه الشخص هذا يعني يمبين إنه مختفي وهو عنده إحساس عالي وقدرات عالية في التواصل وكمان بيعرف يقرى الناس لأنه عنده إحساس وكمان هو بيشوف إنه في نقط حمراء واقفة في العلاقة هذه أو من ناحيتك لأنه هو من الناس اللي اللي حدثوا ما بيخونوش هي مش مسألة شك يعني هو ما كيشكش فيك ولكن هو حاسس إنه هذا مش هو الوقت المناسب يعني مو الوقت المناسب عشان تتكلموا أو تطوروا العلاقة فهو عايز يستنى لأن الشخص هذا يحب يستمع للحدث الداخلي أكثر من إنه يستمع للناس فهو تركيزه على الشغلات اللي بتطلع من قلبه فهو إذا كان حاسس إن الوقت هذا مش مناسب فهو ما بيتقدم خطوة وبيضل بمكانه أنا قلت لك الشي عشان تبقى عارف المشكلة وين لو كان متباعد معك كما كذلك هو شايفك صعب المراس وبنفس الوقت شايفك فيك ميزات حلوة كأنك قوي وحقاني هو بيحترمك بصراحة ولكن هو حاسس إنك قاسي عليه أو كلامك لما تعبر عنه بيبقى صعب أو بيبقى قاسي شوي فهو مخدود منك كذلك هذا الشخص كأنه سامع عنك حاجة أو حد قل وحاجة عليك وحاليا هو متل أخبط خايف إنه يكون في وضع مش مستقر معك خصوصا إنه حاطت نقط حمراء بخليه ينتظر شوي أنت كذلك متلشة يا برج الجدي آخر تتنيشة وشايف إنه هو كمان متلشك أنت شايف إنه واحد ما كيبينش أي مشاعر يعني كأنك شايفه شخص مش مفهوم ومش عارف هو عايز إيه بالضبط أنتو اللي اتنين شايفين بعض يعني بطاقة صغيرة كأنكم يعني بتبينوا في تصرفاتكم كأنكم صغيرين في السن أنا مش ممكن أحدد لكم من أكبر من الثاني ولكن انت ظاهر هنا يا برج الجدي إنك حتكون في الشهر ده بطاقة الكنج وهو حيظهر بطاقة الباك يعني هو ملتف بالغموض بيضل احتمال إنه يكون أصغر منك كمان هو حيقرب منك بمشاعر الحب حتى لو كنت منفصيلين فأنا شايفاك يا برج الجدي قاعد لوحدك أما هو مشغول ومشغول كذلك في إنجازاته فكأنه الشخص هذا شخص معروف أو مشهور لأنه كأنه واقف بيبين نفسه قدام الآخرين أو حاجة من هيك هو كذلك شخص بيحب ياخد خطوة الورع وما يقدمش على خطوة لقدام إلا لما يتأكد من الشغلة اللي بدوا ياها إذا مزبوط على كيفه أو لا لأنه شخص دائما يتق في حدثه الداخلي حتى لو إجوا ناس وقالوا له الشخص هذا طيب أو حاجة فهو دائما بيظل مستني لما هو يحس بالموضوع هو الحد اليوم حاسس إنه في علامات حمراء في العلاقة هذه ومعاك أنت شخصيا هو مبين عندي إنه بده يبدى العلاقة دي معاك من أول حرف لآخر حرف فهو بيقول في نفسه خلينا نبتدي على الخفيف يعني خفيف خفيف وناخد مساحات على مهلنا أما أنت فطلع لك بطاقة الكنج يعني أنت بالفعل حتبقى مستقر ويمكن أن يكون في عندك بزنس أو بتفكر تعمل بزنس وهذا الشخص حيجي بكل حب يعني حيجي هيك يقول لك كلمتين حلوين عشان هو عايز ياخد الأمور ببساطة فهو شايفك كأنك شديد وخايف إذا قرب وقال لك حب أو رجوع أو ارتباط أنت تحدفه أو حالة يعني هو خايف فهو حيجيك بطريقة الشخص لما يجي يقول لك صباح الخير كيف حالك يعني شوية شوية عشان يمشي الحال فواضحا ليا برج الجري بصرف النظر عن القراءة العاطفية فيما يخص الماديات في عندك طاقة حلوة خصوصا لما طلعت لقورة كالكينغ فأنت هتكون في طاقة إيجابية كثير في الفترة القادمة لأنك هتبقى شخص متفائل في حياتك وإذا أنت فاتح بيزنس أو حاجة فأنت هتوصل هتحصل على النجاح عالي جداً وغالباً هتطلع من إحساس الزعل والغضب وهتدخل في طاقة الاستقرار والارتباط وهي الطاقة كثير حلوة طلع لك في القراءة كمان الشخص هذا هيبقى فاتح قلبه لك بالرغم من أنه واخد خطوة الوراء لأنه هو مش عارف يفهمك فأنت حاسس أن الشخص هذا صلميت تبعك فإذا أنت كنت حاسس أن الصلميت ومش متأكد فالورقة هون بتقولك أنه هو فعلاً صلميت تبعك كذلك عندك ورقة بتقولك خد خطوة واضح عندي أنه الشخص هذا طيب وبسيط وعايز يكون قريب منك برد النظر أن انت تشاهده مطنش أو مش معبر يعني مش معبرك يعني كأنك شايف هيك وشاهده كمان خجول لأنه حاسس أنه أنت شديد شوية فواضح أنه أنت يا برش الشديد لازم تاخد أكشن وتقرب منه أو تسمح له يقرب منك لأنه حسب ما نبين عندي أنه هو إنسان بسيط وخجول ومن النوع اللي البساطة عندهم أسلوب حياة فهو خايف أنك تخضو يعني تخضو يعني تخلو يعني تخوفو واضح عندي يا برش الجري أنه الشخص ذا بيحبك كثير وعنده مشاعر قوية اتجاهك ونيته خير جدا معاك فأنت فقط محتاج تاخد الموضوعات ببساطة لأنه الشخص ذا غادي حيجي لك بنفس المبدأ يعني تعالى نخرج تعالى نمشي الكافين نشرب عصير هيك أنا بحبك يعني شغلات وممكن ما يقول لكش أنا بحبك إذا كان في خلافات بينكم في العلاقة هذه فأغلب الشيحة يجي يقول لك نشرب قهوة أو حاجة أو يلا نخرج يلا نتفسح أو كنت عايز أقول لك حاجة أو وضح لك حاجة عشان يرجع الود بينكم لأن الشخص هذا خجول شوي فإذا أنت غلط معه أو عملت معه شغلة سيختفي من الجديد وسيأخذ وقت كمان أنا يعني من خلال هذه القراءة عم حس أن هالشخص كأنه ترابي كأنه في برج التور هون في استفلات لبرج التور موجودة بعدين من شوفوا الطاقات اللي طالعتنا فواضح إنك شايف الشخص دام اختفي وغامض والشخص هذا حب أقول لك إنه عنده إحساس عالي وهو روحاني جدا والنوع هذا من النوع اللي بيتخض وبيروح يستخبي لفترات فبتمنى ما تخضوش لما تتقبلوا أو لما يجيك رح نشوف إن شاء الله الحين إيه اللي حيحسم بينكم خليني شوف أصلا أنت طلعت لك ورقة الكينغ مرتين حيبقى في هدوء في العلاقة حتبقى علاقة هادئة وغادي تدوزوا وقت حلو يعني حتمروا وقت حلو مع بعض حيبقى في تواصل روحي عالي بينكم ولكن أنا حابة نبهك إن الشخص هذا شاعر إنه في علامات حمراء بينكم أو فيك أنت يعني شوي شغلات هو بخايف منه ومش عارف بيقولها لك وإحساسه الداخلي خوفه هو يعني هو قاعد بيراقبك للأمانة هو عم بيراقبك هو رح يبين لك يعني الجزء اللي رح يبين لك ياه إنه تعالى نخرج وكده تعالى نتمشى نتفسح وحيكون بيختبرك يعني كأنه بيعمل لك اختبار يعني في العلاقة هادي لإني حب إلك إن الشخص هذا مش بيلعب يعني مش بتاع لف ودوران لأنه بيحبك وما بيحبش يدخل في حاجة أو في موضوع أو في علاقة إلا لما يكون متأكد منها حتكون نفع عليه ولا لا؟ بمناسبة له ولا لا؟ أما إذا خضيته فهو بيحب ياخد وقته ويقيم الموقف ويدرس الموضوع وبعدين يقرر رح يشوف الطاقات اللي مبينة عني هون بصراحة الطاقة المسيطرة على القراءة بصراحة طاقة ترابية برد النظر إنه برج الجدي برج ترابي ممكن تكون طاقتك بس الطاقة هذه طاقة مسيطرة طاقة قوية فممكن تكون بتتعامل مع أبراج ترابية طور عضراء جدي لأن الطاقة هذه طاقة استقرار كذلك عندي برج الحوت في أبراج مائية في كذلك هوائية هوائية بصراحة أنا شايفة انه انتو اللي اتنين في نقص في الفهم بينكم كأنكم اللي تتكلموا مع بعض ما بتتعبروش بشكل تفهموه كأنكم ما بتتعبروش على مشاعركم صح في سوق فهم عالي بينكم فأنا شايفاك يا برج الجلي حاليا بدأت تشعر ان الشخص ده سلميت تبعك كذلك في روابط كبيرة بينكم فخلينا نشوف إلي حيحصل إلي حيحصل الأيام الجاية عم شوف في استقرار كبير ستقضوا وقت حلو مع بعض يعني ستخرجوا ستتفسحوا ستتفهموا ستحاولوا تعيدوا العلاقة من جديد كذلك بشوف هذه العلاقة سيكون فيها كلام عن الشغل هيك عمل الشغل مو كذلك هذا الشخص هذا ممكن يكون غريب عنك أو غريب الجنس عنك واضح انكم حتى ستتقابلوا بطاقة الكنج انه انت طالع لك هالطاقة هذي كذلك الشخص هذا مبين انه عندي إنسان مش يعني صغير هيك هو ناضج يعني ناضج فكريا وروحاني جدا كمان يعني ممكن يكون يعني كأنه انا احس ان الشعر الشخص هذا ممكن يكون مشغور يعني أو غريب جدا كثير فربنا معاكم يا برج الجلي قلوا لي اي رأيكم في القراءة والاخبار انت فعلا حاسس بايه اذا انت حاسس انه السلميت لان الورق بيقول لك خد اكشن متفكرش كثير لانه الشخص هذا هو السلميت فحاول تكون منفتح لانه دايما في امل والورق بيقول لك انت فعلا المعجزة وفي امل فاشكركم على المشاهدة واشوفكم مرة قادمة في امل اشتركوا في القناة